وأحمد العودي نجمة أكشن ولازم نحط لتحت دي 100 سطر يعني 100 خط أحمد العودي نجمة أكشن يعني إيه نجمة أكشن؟ يعني هو أحمد ليه محبيه طب محبين أحمد العودي لو دخلوا يتفرجوا عليه أحمد العودي قاعد طول الوقت بتكلم في مشاهد حوارية ومفيش حاجة بتحصل هو هيداي طبعا المشاهد هيداي هو مشاهد بيتفرج ليه جمهوره اللي عايز يتفرج على أحمد العودي هو بيعمل أكشن وإحنا عامين الفورما دي أحمد مش في أكشن يعني مهضوش ولكن ييجي الأكشن في مكانه يعني في ناس أحيانا بتتفرج على أكشن تحس إن يا جماعة والسين ده حصل ليه المشاهد ده حصل ليه مايبقاش محشور مايبقاش محشور يبقى جاي في قلب الدراما والدراما محتاجة إن هو لازم يحصل هنا أكشن يبقى المتفرج من جواه لأ ادربه بقى لأ هتحق فلان لأ محمد كل جب بيقفوش بالزبط بالزبط فبتيجي في سياقها بيبقى مقبولة وما تبقاش لوين دراحها يعني زي ما بنقول دي حلوة بقى قوي مسألة إن إحنا ما نبقاش لوين دراحها اللي هو بنرغم السياق الدرامي إنه لازم تحصل خناء علشان عوض يضرب الشارع ولا الحارة ولا أيا كان المكان اللي هو فيه لأ هي لازم تيجي بسلاسة بالزبط بتتظبط إزاي دي بقى دي زبطتها مع عدلة الدراما يعني إيه عدلة الدراما يعني أنا بمشي وراء القصة بتاعتي اللي ستوري بتاعتي أنا محددها ومحدد البطل بتاعي عايز إيه والشخصيات المحيطة بي رايحين فين القصة بتاعتي أنا طول وقت ماشي وراء القصة أنا ما بمشيش وراء بطل أو وراء الشخصيات لأ أنا طول وقت القصة بتاعتي والشخصيات المحيطة بالبطل هو دول اللي بيحركوا الدراما بتاعتنا طول الوقت وعايز أقول على حاجة على أحمد عكس نجوم تانين إن فيه نجوم مثلا تبقى طول الوقت عايز هو النجم اللي يفضل يطلع ويعمل ويخلل عايز أضرب المسلسل كله وبحيدا عن الدارب فكرة المساحة التمثيلية أو مساحة المشاهد أحمد طول الوقت محمود اعمل ما يحلو لك اللي انت شايفه في مصلحة المسلسل وفي مصلحة ككاتب اعمله أنا مش هتدخل ده زكاء أحمد ما كانش بتدخل بصراحة في مساحة الممثلين كمان إن أنا بفرد للممثلين اللي معايا زي ما أنا عايز ووقت ما بعمل أي فعل درامي لأ هو أحمد ما كانش بتدخل بصراحة وده زكاء منه